تم يوم الأربعاء بالرباط تنصب عضاء لجنة تحكم جائزة المجتمع المدني في دورتها الأولى وذلك خلال حفل حضره الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرنامان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي وأوضح السيد الخلفي أن إحدى تجائزة المجتمع المدني نتج عن مقترحات الحركة الجمعوية في المغرب خلال الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة هذا حدث كبير لأول مرة ونتج عن مقترحات الحركة الجمعوية في بلادنا الحوار الوطني حول أدوار الدستورية المجتمع المدني الحوار الذي كان في إطار دينامية الرباط الألاف من الجمعيات التي شاركت في كلا الحوارين بلورت هذه الفكرة لماذا؟ أولا من أجل التثمين وعطاءات المجتمع المدني والاعتراف بها وتحفيز عليها وتأتي هذه الجائزة التي تم إحداثها بموجي بن مارسو من صدر في 4 مارس 2016 تقديرا للإسهامات النوعية والمبادرات الإبداعية لجمعية المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وكذل الشخصية المدنية التي قدمت خدمات متميزة للمجتمع ويتم تسليم الجائزة في 5 نوانبير من كل سنة وهو اليوم الذي صدر فيه الظاهر الشريف المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات سنة 1958 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر